اذكر لكم فيما يلي قصتين باختصار نتذكرهما لاجل زيادة العبرة وتجديد الهمة في سبيل الله تعالى احداهما ان المتوكل حين حرث قبر الحسين عليه السلام واجرى عليه الماء منع زيارته ووضع الحرس وكانوا يمسكون بالزوار فيقطعون ايديهم من المعصم كأنهم سراق والعياب بالله حتى جاء رجل وهو ملتف بعباته فامسكوه وقالوا له اخرج يدك لكي نقطعها فاخرج لهم يده اليمنى فاذا هي مقطوعة فقالوا له اخرج يدك اليسرى فاخرجها فاذا هي مقطوعة قال انتم قطعتموها في زيارات سابقة لي ومع ذلك فهو مقبل للزيارة ومع ذلك فهو مقبل للزيارة غير خائف ولا هائب طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية ان لقتل ولد الحسين حرار في قلوب شيعته ومحبيه لن تبرد الى يوم القيامة وكذلك قصة الرجل الخراساني الذي ارسله المجتمع في خراسان الى الامام الصادق سلام الله عليه لكي يدعونه اليهم فان له في خراسان مئة الف سيف فبينما هو جالس عنده اذ اقبل احد اصحابه المخلصين فامر الامام الصادق عليه السلام ان يسجر التنور فلما ارتفعت ناره قال الامام لهذا الثاني اذهب فجلس في التنور فوالله نعله على الارض وجلس في التنور ماذا هو واقبل الامام واقبل الامام الصادق عليه السلام على الخراساني كأنا ما ماكشي يسأله عن تفاصيل المجتمع هناك واحوال الناس هناك في خراسان الى برهة من الزمن ثم امر الخراساني ان يذهب فينظر فتة النور فذهب فنظر فاذا بذاك الرجل جالس فيه وهو يبتسم فهذه هي نماد رجالنا المخلصين رضوان الله عليهم اجمعين